طاقتك لهذه القراءة هي طاقة حماس فأنت ربما في علاقة عاطفية وتريد وهناك خصام بين أحد الطرفين وأنت تريد إحياء هذه العلاقة من جديد ولكنك تحتاج إلى وقت أنك في طاقة حماس كبير وأنت مقبل على الحياة في هذه الفترة أو احتمال بأنك أنت غاضب جدا وأنت في طاقة غيظ وغضب شديدين وأنت الآن منتبه إلى صحتك ونفسك وشغفك في هذه الحياة وأنت متحمس جدا في أحد احتمال أن تكون قد خمت بداية جديدة في علاقة جديدة في عمل جديد وأنت الآن في وقت حماس وشغف أنت ترى الحبيب بأنه قد قطع معك الكلام ربما قد قطع معك بالكلام أو أنه متباعد عنك أو أن هذا الشخص لا يعبر لك عن مشاعره وأحزيسه فهو إنسان جاهل بطبعه لا يعبر عن، ليس عنده مشاعر كبيرة هو إنسان عملي جدا يفكر فقط بالعقل والمشاعر عنده بعيدة عن حياته أنت هكذا ترى الحبيب هو منشغل جدا في عمله ربما يكون قد يكون في مشروع أو عمل جديد قد خام به وهو الآن ينتظر ويترقب نتيجة هذا العمل الذي هو فيه ربما لا يعبر عن مشاعره لأنه في هذه الفترة منشغل جدا في عمله وتفكيره كله ذاهب في هذا الاتجاه كيف يجني الأموال أو كيف يكون يحافظ على استقراره المادي والعمل هو يبدو بأنه عنده طاقة جسدية عالية جدا تجاهك وعنده شغف عالي وأنتما الاثنين عندكم نفس الشغف أنت وهو في طاقة تواصل عالي بينكم ولكن هذا الشخص لكن هذا الشخص أنا أراه جدا متعب ربما قد مر في وضع في وقت صعب في حياته وهو تعرض لخديعة، لإدمان، لضرب في الظهر تعرض لأشياء كثيرة جعلته متعب ومنهك ولا حول له على النهوض من جديد لإحتمال بأنه أيضا تعرض لعلاقة عاطفية أو بأنه هذا الشخص تعرض لعلاقات عاطفية سابقة قبل التعرف عليك وهو في حالة كسرة قلب كبيرة وعنده حنين وشوق هو احتمال بأنه يكون أنتما الاثنين في علاقة الزواج وأنت بالنسبة له كنت توأم لروحه وهو الآن مفتقدك جدا ويحن إليك ويحن للرجوع إليك وهو الآن مبتعد عنك وعنده شخص عالي تجاهك وهو يشعر بالحزن وبكسر القلب الذي ربما أنت تسببت له بكسرة هذا القلب وبالألم النفس والجسد من جراء ما حدث مع بعضكما أنت احتمال بأنك تكون في طاقة غيظ وغضب من هذا الشخص وقد القيت عليه الاتهامات جديدة في اتجاه آخر ربما هذه الطاقة تكون أيضا ولكن هذا الحبيب أنت تراه مبتعد وأنت في وضع حماس وشغف في حياتك ولكنه هو جدا منهمك في أعماله جدا هو إنسان عملي لدرجة كبيرة لا يفكر إلا بالعمل فقط وعنده العواطف متناحية إلى جانب آخر احتمال بأنه هكذا كما قلت لأنه تعرض لمواقف كبيرة في حياته قد خذلته وجعلته هكذا لنرى طبقتك لهذه القراءة أنت في وضع استقرار وفي وضع وحدة مع النفس وفي تصالح مع نفسك وروحك وأنت تشعر بنفسك بأنك راضي عن حياتك وعن عيشك وأنت كما قلت في استقرار مادي أنت مهتم بصحتك بنفسك بلباسك ربما أنت في هذه الفترة تلعب الرياضة تذهب في الطبيعة مع أصدقائك تجني المال أنت في وضع مادي واجتماعي ومعنوي جدا جيد الحبيب الحبيب هو يحن إليك جدا هو كما قلت في هذه الطاقة في الطاقة العامة ظهرت لي وكأن هذا الشخص هو مالك السيف لا يعبر أبدا عن مشاعره ويحكم فقط بالعقل وهنا ظهر لي بطاقة ملك الكؤوس هذا يعني بأن هذا الشخص في مكان مرموقة وهو جدا حساس وعنده مشاعر جياشة باتجاهك هو يحبك جدا ولكنه لا يعبر عن مشاعره أبدا باتجاهك هو هذا الشخص إنسان عقلاني للغاية بالمناسبة هذه الأبراج معنا برج العذراء برج العقرب انظروا هذه طاقة الحبيب ولكنها احتمال بأن تكون هذه القراءة عكسية فاخذوا هذه القراءة بحسب ما يناسبكم الأبراج قلت على العذراء العقرب عذراء مرة أخرى الثور أيضا أبراج النارية فقط هنا تظهر لي الأبراج النارية في هذه الكروت الأبراج النارية والأبراج الدرابية والأبراج المائية ظهرت لي بشكل بسيط مشاعرك باتجاه الحبيب أن تترى هذا الحبيب بأنه لا يهتم بك وأنه مبتعد عنك ويفكر بمستقبله وهو قد غير وجهة نظره لإتجاه آخر إلا أن هذا الحبيب هو بالحقيقة هو مهتم بك ويراقبك لكنه لا يظهر أي مشاعر أو أي علامات اهتمام على وجهه أنت هكذا ترى بأنه غير مهتم مشاعر الحبيب نحوك أنت يراك هو يراك بأنك إنسان جدا ناجح في حياتك وأنت قد أثبت وجودك وأثبت نفسك بطريق عملك وبأنك قد مررت بصعوبات كثيرة كبيرة في حياتك ولكنك قد قاومت هذه الصعوبات واستطعت أن تنتصر وتحقق الانتصار وتجني الأموال وتحقق محبة الناس لك فأنت في هذه الفترة يشعر بأنك ناجح جدا وكل الناس تنظر إليك باحترام ومحبة وهو أيضا هكذا فهذا يظهر لي هنا هو يحبك جدا ويراك إنسان جدا جميل إنسان ناجح وفي غاية الروعة نوايا الحبيب هو ينوي الانتظار هو ليس عنده نوايا حالية هو لا يريد أن يتقدم لك بأي خطوة حتى الآن هو فقط يراقبك ومهتم لأمرك وهو ينتظر الفرصة المناسبة لكي يخطي خطوة تجاهك هو يريد أن تؤشر له أن تعطيه إشارة بأنك تريده بأنك تريد هذا الشخص وهو سيأتي إليك حالا هو إذن هذا الشخص هو ينتظرك أنت للمبادرة هذا الشخص يبدو بأنه قد غير تفكيره وأخذ القرار بالانسحاب ولكنه ما زال متمسك بك انظروا هذه ما زال متمسك بك ولكن احتمال آخر بأن يكون بحياة هذا الشخص طرف آخر ولا يقدر الاستغناء عنه أيضا وهو في وضع صحب هو ربما ينظر إلى مستقبله وإلى أعماله وإلى نجاحاته وكما قلت في الطاقة العامة هو إنسان لا يظهر أبدا أي مشاعر هو مهتم جدا بأعماله ونجاحاته لأنه قد مر بحياته بكسرة قلب كبيرة وبموايقف غدر وخيانة جعلته مبتعد عنك ولا يريد أن يبادر بأي خطوة جدية في حياته في هذه الفترة مصير هذه العلاقة هو الترقب كما قلت والانتظار هذه كروت تدل جميع هذه الكروت تدلنا على أن هذا الشخص فقط يريد أن ينتظر ويدرق هو متمسك بك جدا وهو يعرف قيمتك ويعرف بأنك إنسان جدا ناجح وهو جدا يحبك أيضا عنده مشاعر كبيرة لتجاهك وهو يعرف بمتك جيدا وهو يريد أن ينمسك بك في قلبه وعقله ويحافظ عليك وفقط يريد أن يظهر لك اهتمامه لكن من بعيد فقط يريد هو أن يراقبك من بعيد أن يراقبك فكروت المراقبة أو الانتظار ظهرت لي في أكثر من بطاقة في هذه البطاقة شاب السيوف وهذه البطاقة وهذه البطاقة أيضا فهو الآن نتيجة هذه القراءة لهذه الفترة في الفترة القادمة في العشر أيام هو لا ينوي على عمل أي شيء سوى المراقبة والانتظار ربما تأتي إليه بخطوة وهو سينتظر منك أي إشارة ليتقدم بسرعة ويأتي إليك إذن هو لا يريد أن يعمل أي خطوة من ناحيته أما إذا كنت تريد أن تقوم بأي خطوة تجاه هذا الشخص فهذه تدلك هذه نصيحة لهذه القراءة انظر إلى هذا الشاب إنه مسافر إنه قد غير طريقه قد ذهب من هذا المكان ويريد أن انتقال إلى مكان آخر آمن بالنسبة له ومريح أكثر بالنسبة له وهذا القرار بيدك إذا كنت تريد هذا الشخص أن يرجع أو يعود إليك فأنت بإمكانك أن تغير طريقة تفكيرك أو طريقة اتجاهك وبدل من أن تسافر تبعد عن هذا الشخص اذهب إليه فإحتمالين هذه القراءة تأخذ إحتمالين هذا القرار يعود لك أنت بيدك أن تذهب إلى هذا الشخص وتعبر له عن مشاعرك وتعبر له عن حبك الكبير له أو بأنك تذهب باتجاه آخر وتغير طريقك تماماً وبتكون بذلك قد انتهت العلاقة وأنت الذي نهيتها بيدك فالقرار قرارك لنأخر نصيحة لهذه القراءة تقول لك هذه البطاقة افتح قلبك للحب حب نفسك وحب الله وحب الناس وحب الطبيعة فأنت ربما قد تعرضت لكسرة قلب وأنت ربما تعرضت لخيبة أمل من هذا الشخص والآن أنا أشعر بهذه القراءة بها قراءة عكسية وكأنني أتكلم عن برج العقرب الذي أتى في طاقة الحبيب وممكن أن نأخذ هذه البطاقة أيضاً نصيحة هذه البطاقة لك برج العقرب بحيث أنك في طاقة الحب الكبيرة هذه فتقول لك هذه البطاقة افتح قلبك للحب وحب جفسك وحب الله وحب الناس وحب الطبيعة ربما أنت تكون قد هدرت في الفترة القادمة وتعرضت لخيبات أمل كبيرة في حياتك ولكن تقول لك افتح قلبك للحب وحب كل الناس ليس الحب هو الحب الرومانسي إنما الحب الذي يعطينا الأمل والتفاؤل بهذه الحياة أن نفتح قلبنا للحب ونعطيه لكل من حولنا لأولادنا لعائلتنا لأصدقائنا لكل من حولنا فهذه المحبة ترتد علينا بالإجابة وتعطينا الطاقة الإيجابية وهذه تقول بأنها أيضاً افتح قلبك للحب لا تبعد عن هذا الشخص وافتح قلبك للحب وحاول أن تقوم بخطوة جدية باتجاهه وهذه هي البطاقة تقول لك عبر عن نفسك أكثر وكن جريئاً قم بالتعبير عن حبك أنت تحب هذا الشخص وتريده فقم بالتعبير عن هذا الأمر عن حبك وكن جريئاً ولا تخاف فأنت هنا في موقف خوف وقلة ثقة بردة فعل هذا الحبيب كن جريئاً وقم وتقدم بالخطوة إلى هذا الشخص تقول لك هذه البطاقة حب نفسك بالأول حب نفسك قبل أن تحب أي شخص آخر حب نفسك ثم حب الله وحب الطبيعة وحب كل شيء في هذه الحياة فمعبتك لنفسك تعطيك جاذبية أكبر وتجعل الناس من حولك ينجذبون إليك فبالبداية يجب علينا أن نحب أنفسنا قبل أن نحب أي شخص آخر ولا نعطي أي شخص قيمة أكثر من أن نعطي قيمة لنفسنا بالأول هذه البطاقة تقول لك أطفال ربما أنت وهذا الشخص في علاقة زواج وبينكم أطفال أو أن هذا الشخص عنده عقدة من التفولة عقدة مال عقدة عواطف هو مفتقد جدا للعواطف وقد فقد أحد الغاليين على قلبه منذ فترة طويلة وهو بذلك قد ربما فقد أب أو أم أو أحد كان غالي على قلبه كثيرا وهو كان متعلق جدا بهذا الشخص وبفقدانه لهذا الشخص قد أثرت عليه ولم يعد يقدر على أن يحب أو يفتح قلبه للحب من جديد شكرا لكم موليد برج العقرب على هذه المتابعة وأرجو أن تعجبكم هذه القراءة وأرجو أن أراكم في جديد القراءة